موسيقى ثلاثة صباحا الواحدة بتوقيت جرينيتش موجز اخباري اتيكم من القاهرة اهلا ومرحبا بكم وجه لرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالية خاصة الاسكندرية وفق اعلى المعايير البيئية والهندسية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس السيسي اطلع خلال اجتماع عقده مع عدد من المسؤولين على مشروعات تطوير وحماية الشواطئ بمدينة الاسكندرية والساحل الشمالي وفق قادة الدول الاوروبية السبع وعشرين على منح كل من اوكرانيا وملدوفا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الاوروبية واعتبر رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل هذا القرار بانه لحظة تاريخية ويشكل هذا القرار الذي اتخذ خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد في بروكسل بداية لعملية طويلة ومعقدة تفضي الى انضمام للتكتل جدد جون كاربي مناصق لاتصالات الاستراتيجية في مجلس الامن القومي الامريكي التأكيد بان الادارة الامريكية لا تنوي ارسال قوات الى اوكرانيا وقال كاربي انه حتى في حال استمرار القتال هناك لفترة اطول فان الادارة الامريكية لا تنوي ارسال قوات الى اوكرانيا واضف كاربي ان الرئيس الامريكي جو بايدن كان واضحا عندما قال ان القوات الامريكية لن تشارك في القتال في اوكرانيا وما ستفعله واشنطن هو تقديم كل مساعدة عسكرية الاوكرانيا للدفاع عن نفسها اكد قادة دول بريكس التزام بلادهم بزيادة تعاون في مجال الزراعة لضمان الامن الغذائي العالمي وذكر نص اعلان قمة بريكس الرابعة عشرة ان بلدان البريكس تنتج حوالي ثلث غذاء العالم ومن هذا المنطلق سيكون عليها الالتزام بمواصلة تعاون في مجال الزراعة وتكثيف التنمية المستدامة للزراعة والمناطق الريفية في بلدان بريكس هذا بهدف ضمان الامن الغذائي في كل دول العالم اوضحت السلطات الروسية ان عمليات تسليم الغاز عبر خط نوردستريم تقلصت مؤقتا بسبب الصيانة واكدة انه ليس لدى موسكو اجندة خفية كانت شركة جازبروم الروسية قد اعلنت في وقت سابق خفض شاحناتها من الغاز الى المانيا عبر خط انابيب نوردستريم باكثر من 40% يوميا هذا نظرا لعدم تسليمها المعدات الضرورية من شركة المانية واوضحت الشركة الروسية في بيان انه لا يمكن ضمان شحنات الغاز بوسطة خط انابيب نوردستريم الا بما تصل كميته الى 100 مليون متر مكعب من الغاز يوميا هذا بدلا من 167 مليون متر مكعب يوميا كما كان مخططا اظهر تقارير اقتصادي ارتفاع توقعات الشركات الفرنسية للتضخم وبحسب المسح الذي اجره بنك فرنسا المركزي ويلعب دورا اساسيا في تحديد السياسة النقدية للبنك فان الشركات تتوقع خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفاع الاسعار خلال العام المقبل بنسبة 5% وبنسبة 3% سنويا خلال السنوات الثلاث الى الخمس المقبلة اعلنت المحكمة العليا الامريكية ان حمل السلاح في الاماكن العامة بغرض الدفاع عن النفس هو حق دستوري من جانبه اعلن او اعرب الرئيس الامريكي جو بايدن عن شعوره بالاحباط بعد قرار المحكمة العليا خاصة في ظل مسعيه الحثيثة لفرد قيود على حيازة الاسرحة بعد زيادة حوادث القتل في الولايات المتحدة مؤخرا ولمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل لتطفيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلي او من خلال الكو ار كود الظاهر على الشاشة شكرا لكم على طيب المتابعة تقبلوا تحياتي انحور محمد الى لقاء